اشتركوا في القناة نريد أن نتكلم عن اسم جميل جدا وهو اسم فهد في المنام شوفوا كما اسم فهد من الأسماء اللي بيبقى لها معنيين والأتنين ضد بعض فقد يدل على الرفاهية وقد يدل على الرفاهية الغير محمودة المصحوبة بغضب الله يعني وكأن الله تبارك وتعالى مثلا حينما يعطي إنسان مال يستعمله في طاعة الله وشخص تاني يستعمل هذا المال في معصية الله فاسم فهد بيدل على الحل في الدول وطبعا الكلام ده بيبقى راجع على حسب سياق الحلم وعلى حسب أفعال الرأي في الحقيقة لأن أنا دايما دايما بركز على نقطة مهمة جدا في تفسير الرؤية لما حد يعطيني رؤية لازم أعرف حالته أنت إيه الظروفك مع ربنا أنت كويس ولا أنت مقصر تفعل زنوبه معاصي ولا لا الكلام ده بنحتاجه مع بعض الأسماء منها اسم فهد اسم فهد يدل أحيانا على إظهار العداوة وإظهار الحقد لبعض الأشخاص أو ربما لو رأيت بعض الأشخاص في المنام المعروفة بإسم فهد ورأيتها في المنام وأنت تعرف هذا الشخص وهو في الحقيقة اسم فهد ورأيته في المنام وهو اسم فهد أحيانا يدل هذا على أن هذا الشخص يحمل لك بعض العداوة والحقد والحسد إلى آخر هذه الأمور اسم فهد في المنام لبعض الأشخاص إشارة كبيرة جدا للغنى اسم فهد في المنام يدل على قوة الشخصية بدلالة حيوان الفهد نفسه عنده قوة وشراسة وممكن الشخص يحمل هذه الصفات من هذا الحيوان الصفات دي هتبقى موجودة فيك اسم فهد من الرؤى التي تدل أحيانا على قدوم الخير لك إن شاء الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته